في تغطيتنا اليومية الخاصة بفيروس كورونا نخصص الآن هذه الفقرة اليومية للإجابة عن أسئلتكم ولمساعدتنا على ذلك ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الدكتور طلال صولي الأستاذ المحاضر في جامعة جورشتاون في حقلي المناعة والحسسي أهلا بك معنا دكتور أهلا إذا ننقل لكم دكتور بعض الأسئلة التي وردتنا من مشاهدينا حازم المسعودي يسأل هل ينتقل الفيروس من الإنسان إلى الحيوان وبالعكس لك هلأ الدراسات يعني الشي اللي عم نشوفه هلأ إنه معقول إذا واحد إنسان عنده الكورونا فيروس في أمل إنه يعطي للحيوان لهذا السبب نحن من قلهم إذا عنده واحد الكورونا فيروس معه كوفيد 19 اللي هو المرض اسم المرض اللي مسبب من الكورونا فيروس لازم يعطي القطة والكلب للعائلة ماشا ما يبقى معه انتبهت لي كيف سو الجواب نعم وشوفنا شو صار بالأسد في نيويورك النمر وهذا اللي عم بيعطيني بالأسد طلع بوزيتف طلع عنده الكورونا فيروس الشخص اللي بيعطيني بالأسد طلع عنده كورونا فيروس بوزيتف فواحد ينتبه مننا هذه مثل ما قالت أنا هذا فيروس يتقل بطريقة سريعة جدا مش بس خطرة للإنسان من إنسان لإنسان بس من الإنسان على الحيوانات كمان طيب أسامة الهمداني يسأل ما الأغذية التي يمكن أن تقي من كورونا قبل الإصابة وأيضا في أثناء الإصابة وبعدها لك هو النصائح النصائح اللي معروفة إنه بده واحد يأكل مضبوط يأكل خضار يأكل فواكهة تبع تلي كيف يعني أحسن ما يأخذ الفيتامينات اللي إذا بيأخذها يأخذها وبعدها بده ينتبه بده ينام مضبوط من ست سبعة تمن ساعات كل يوم يعمل رياضة رياضة بتأوي جهاز المناعة تبع كلي كيف بهذه كلها أمور مهمة جدا بس العصير عصير البرتغال لأنه فيه الفيتامين سي وفيتامين سي فرش صباحا هذا كله بيساعد يعني تأوي جهاز المناعة ويخفف الشانس للواحد يصير عنده ضعف طيب أيضا محمد طه عصفور يسأل يقول هل الأغذية التي تساعد على التخفيف من الفلاونزا الموسمية تفيد في التخفيف من أعراض كورونا يعني لك الأغذية أكيد نحن نحكي على الجهاز المناعة اللي لازم يقاوم ضد الالتهابات الجرسومية وهذه الأغذية اللي عم نحكي عنا نحن هلأ إذا واحد عنده مثلا إذا واحد مريض عنده الإنفلوينزا ولا مريض عنده الكورونافارس الشي اللي بيساعد هي شربة الدجاج انتبعت اللي كيف فمع أنه الناس ما بيأمنوا فيها بس فيها كيميكالز بيساعد شربة الدجاج مع الرزي الخضار هذول بيساعدوا كثير الفواكهة كمان العصير البرتغال في عندك الفيتامين سي كمان مهم جدا بيساعد بها الأمور هذي طيب أيضا حسن جمعة يسأل يقول هل الأطعمة الغنية بفيتامين بي 12 تقوي منعتنا ضد كورونا لكن الفيتامين بي 12 مش هالأد مش مهمي الأهم شي هو هذه الشي اللي نعطيه نقوله للمرضى بأمريكا في عنا الأمور هذو الثلاثة عنا الفيتامين عنا الفيتامين d3 يمكن عليك في أنا عنا الفيتامين d3 انتبعت اللي كيف الزنك الزنك الفيتامين d3 يأخذ 4000 من نهار بدي زبطها المصبوط ما نعم الزنك الفيتامين d3 يأخذ مننا 4000 كل يوم والزنك الزنك مهم جدا الزنك مهم جدا انتبعت اللي كيف يأخذ الواحد حبة تبعى 150 ميلي جرام يوميا هذا الزنك انتبعت اللي كيف وبعدين وبعدين كمان اللي هي اللي هي الفيتامين الفيتامين c 500 ميلي جرام حبة بالنهار لكن خليني أعود إذا بإدروا المشاهدين يأيدوها هلا هون بأميركا عم نعملها عندك أولا الفيتامين c 500 ميلي جرام مرتين بالنهار صباحا وساءا ثانيا الزنك z-i-n-c إذا عندك 50 ولا 100 ميلي جرام حبة بالنهار بتأوي T-Lymphocytes وبتخربط الانزيم بقلب الفيروس بيخفف القوة وذين عندك الفيتامين دال اللي هي دال النمبر ثلاثة مش نمبر اثنين نمبر اثنين مش اكتف الدال نمبر ثلاثة 4000 يوميا إذا واحد عنده هبوط في الفيتامين دال إذا الدكتور تبعه وقاله الفيتامين دال تبعيته 20 يا 15 نانو جرام واطي جدا لازم تكون 40 نانو جرام لازم يحط 50 ألف نعم يونت تبع الفيتامين دال مرة بالاسبوع طيق أول الفيتامين دال مهمي جدا لجهاز المناعة وبيخفف الالتهابات وبيخفف الأمراض السرطانية وبأوي جسم كله هذول الثلاثة مهمين جدا بس كمان أهم شي مثل ما قلنا نحن أنه العالم تفهم أنه هذا فارس معدي جدا بطريقة غريبة الشكل لازم كلنا نأخذ نتحذر منه غسيلة ثلاث مرات مش مرة وحدة بعدين ما ندعر مشنا إطلاقا مهمة جدا ونعرف أنه هذا يتقل بطريقة سريعة جدا وبعدين وقت إذا متعرضين على ناس لازم نحط الكمامات كمامات مهمة هذي هل أشهل الكمامة أنا لننبسها على طول الكمامة حتى إذا عم يشوف مرضا أو لا عم يشوف مرضا لأنه طلع أنه يصير بالجو الأمور أنه تطعر الجو يعني لك أو لعائلة بدك تحط الكمامة وتسكرها على المضبوط وتسحبها من تحت نكتفي بهذا القدر من المعلومات شكرا جزيلا لك دكتور طلال الصول أستاذ المحاضر في جامعة جورجتاون في حقلي المناعة والحساسية ولمزيد من الأخبار والمعلومات الطبية مشاهدين بشأن فيروس كورونا يمكنكم زيارته موقع صحتك